سؤال لزميلة في العمل تسجل القرآن الكريم بصوتها وتنشره على فيسبوك واليوتيوب هل هذا جائز؟ نعم الجواب عن هذا إن صوت المرأة في ذاته ليس بعورة المحذور هو الخضوع بالقول فلا بأس ولا حرج في سماعه عند الحاجة لكن يبقى سؤال يا رعاك الله ما هي الحاجة هنا؟ لو كان هذا في إطار تعليمي أو دعوي للإقراء أو التعليم أو نحوي فلا حرج أما لمجرد إشاعة صوتها على الملأ بغير حاجة معتبرة ففي النفس منه حرج وحصر وأخشى أن يكون من جملة حظوظ النفس وشهواتها الخفية حتى يقال إنها قارئة إنها مجيدة إنها ذات صوت حسن وهذا من الشرك الخفي الذي تحبط معه أعمال أصحابه فإن كان ثمة حاجة للتعلية حاجة تعليمية حاجة دعوية فلا حرج أما مجرد المباهة بالصوت ووضعه على وسائل التواصل الاجتماعي العامة والشعور بالاغتباط بهذا يحتاج إلى مراجعة هذه الشهوات الخفية التي تحبط أعمال أصحابها أو قد تحبط أعمال أصحابها وهم لا يشعرون